بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش تتواصل أشغال المؤتمر الأول حول لغات الخطاب الديني وأسئلة التلقي المعرفي هذه التظاهرات تتوخت تقعيد المعرفي الرصين لأسس الحوار بين الأديان من خلال التأسيس على لغات خطاب ديني جامع تلتقي حوله هذه الأديان مع الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الرامية إلى إشاعة العيش المشترك والتسامح وبلوغ التغيير بمفهومه العمق والشامل بالنسبة للموضوعات فهي متنوعة والأساسي في هذا هو طبيعة المقاربات التي اخترناها فهناك مقاربات أو مداخل معرفية راهنة فيها علم النفس فيها الأنتروبولوجيا فيها الحفريات كذلك من خلال بعض الباحثين المتدخلين من خارج المغرب وتتوج هذه التظاهرة العلمية سنة من العمل الأكاديمي من خلال الانكباب على عدد من الأعمال العلمية في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية مع الاحتفاء بالدكتور مولاي المامون الماريني الاسم البارز في الدراسات الشرقية واللغوية ومقارنة الأديان كما أنه من أعلام الجامعات المغربية الذي راكم رصيدا معرفيا معلميا وإنسانيا شكل غاية من الغايات التي يطمح إليها هذا المؤتمر